السلام عليكم عبد الغفور البرعي يعود إلى الواجهة هل دخلت الدراما المصرية في مناهج التعليم؟ عاد اسم عبد الغفور البرعي الشخصية الأيقونية التي جسدها الفنان والراحل نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد أكثر من ثلاثون عاما على عرض المسلسل هذا الاهتمام المتجدد أتى بعد تداول صورة تشير إلى استخدام حوار من المسلسل في مناهج التعليم المصرية لكن هل هذا صحيح؟ وزارة التربية والتعليم سرعان ما نفت صحة هذه الأنباء لكن الجدل حول الموضوع لم يهدأ ما دفع الكثيرين للتساؤل عن السبب الحقيقي وراء عودة هذه الشخصية إلى الساحة مجددا عبد الغفور البرعي ترند مجددا تصدر اسم شخصية عبد الغفور البرعي التي جسدها نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة تكشف عن الاستعانة بحوار من المسلسل بين شخصيتي عبد الغفور البرعي وابنه عبد الوهاب في منهج اللغة العربية المقرر للصف الأول الإعدادي في مصر ولكن سرعان ما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد مؤكدة أنه لا صحة لوجود درس حول شخصية عبد الغفور البرعي من رواية لن أعيش في جلباب أبي في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور لعام 2024 والذي سيطبق على الطلاب بداية العام الدراسي المقبل لأول مرة من المحتمل أن الصورة المتداولة تعود لأحد الكتب الخارجية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024 على 2025 وليست من الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة لن أعيش في جلباب أبي مسلسل لا ينسى بين الحين والآخر يتصدر هذا العمل الذي أنتج وعرض عام 1996 قائمة الترند على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها أو على محرك البحث جوجل لأسباب مختلفة سواء كانت تلك الأسباب متعلقة بأحداث مهمة تدور في العمل أو بشخصيات أصبحت أيقونية لدى الجمهور ولا تمر فترات طويلة على غياب العمل عن المشهد للتفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي حيث تنتشر مشاهد متنوعة من المسلسل بل وتم تحويل العديد منها إلى كوميت وميمس ساخرة تستخدم بكثرة من أبرز شخصيات العمل التي تتصدر الترند بشكل متكرر شخصية فاطمة كشري التي لعبت دورها الفنانة القديرة عبلة كامل فاطمة هي زوجة عبد الغفور البرعي الرجل للمكافح الذي تحول من بائع روبا بيكيا فقير إلى رجل أعمال ثاري وأصبحت قصة حبهما واحدة من أبرز الثنائيات الدرامية أيضا شخصية عبد الوهاب التي أداها محمد رياض هي من الشخصيات المحيرة في الدراما والتي يتعاطف معها البعض وينتقدها البعض الآخر فعبد الوهاب يرفض أن يكون جزءا من حياة والده ويدخل في صراع مع نفسه لمقاومة الاندماج مع والده حتى نهاية العمل أما الأحداث البارزة التي يتم ذكرها كثيرا بل وتتصدر الترين فهي حفل زفاف سنية الابنة الكبرى لعبد الغفور حيث أصبح موعد حفل زفافها دعوة لمشاهدة حلقات المسلسل بمجرد ذكر اقتراب موعده في مجموعات آل فيسبوك الفنية والعمة تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي بدءا من عمله في وكالة الحج إبراهيم سردين عبد الرحمن وأبو زهرة إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة خلال هذا الوقت يعجب عبد الغفور بفاطمة بائعة الكشري التي تبادله الإعجاب ويتزوبها وينجب ولده عبد الوهاب وأربع فتيات سنية وابهير ونفيسة ونظيرة وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي فإنه يعاني من ابتعاد ولده الوحيد عنه وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص به بعيدا عن والده ونفوذه فيما تفشل زيجات بناته واحدة تلو الأخرى بسبب ثروته المسلسل هو معالجة درامية لرواية الكاتب إحسان عبد القدوس وقد قدمه للتلفزيون الكاتب مصطفى محرم وأخرجه أحمد توفير شارك في البطولة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيل شكرا للمشاهدة